بالاحترام انت ضد الحملات التي تخونه عمال على بطال يعني الحقيقة دي حملات اولا هي ظالمة مفيش انصاف وانا راجل بقول العادل والمحبة وحتى ما ما فيهش محبة فيها كراهية وفيها افتقات على كل قيمة وانا عاوز اقولك طول ما احنا سامحين لبعض الناس اللي ما تحكمهمش اي قيمة اخلاقية ولا مصلحة انهم ينصروا الاتهامات مجانا ويصدروا الاحكام على كل الناس انا رأيي ده احنا بنقطع في البلد البردعي اتفاقت اختلفت معاه مصري انا فخر بي اشويه ليه اختلف معاه اه اخطئه نعم لكن اغتاله اغتيال معناوي انسف تاريخه وعطاءه هذا ظلم تجني وبعد عن الانصاف القرآن بيقولنا لا يجرمنكم شنقان قوم على اقل تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى عشان جلح بنقطه بالعدل يا سيد خطأ البرد لكن وطني نبيل وضمير يقص خطأ أي حد بس يشوف كمان مستو إنما نحن في عصر الاستباحة في استباحة للناس في استباحة للقيم في استباحة للرموز في استباحة للقانون في استباحة للدستور في استباحة لثوابت وطنية أصيلة في هذا البلد لقيم لأعراف لأصول ليه الاستباحة دي وليه إحنا بقى سنة بيننا شديد ليه ما بندورش اللم بعض إزاي على أساس مصلحة الناس وأهداف الصورة واحترام الدستور ونبني بلدنا إيه كل الكراهية اللي الأبواق المفتوحة في بعض أجهزة الإعلام وبالذات الفضايات دي تبسها سمون كل يوم بتدخل بيوت المصرية والنفوس المصرية المفتوحة في بعض أجهزة الإعلام